سماء العاصمة صنع هزتها انفجارات حالتها إلى كرة ملتعبة القصف الذي سهدف العاصمة ومدن يمنية أخرى نفذته مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات إزنهاور وسفن حربية أطلقت صواريخ تومهوك باتجاه أهداف محددة ضوء أخضر جديد منحه الرئيس الأمريكي لتنفيذ ضربات على 36 هدفا للحوثيين في اليمن في 13 موقعا وفق بيان أمريكي بريطاني مشترك الضربات بحسب البيان تضمنت منشآت تابعة للجماعة تحت الأرض لتخزين الأسلحة وأنظمة صواريخ ومنصات وأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار غارات تقول الولايات المتحدة إنها جاءت لإضعاف قدرات الجماعة ودحر هجماتهم على السفن الأمريكية والبريطانية والشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج هدن بريطانيا التي تعد شركا أساسيا لواشنطن في ضرباتها على الحوثيين خارجت فور تنفيذ الغارات لتؤكد بأنها شاركت في موجة ثالثة مما وصفتها بالضربات المتناسبة على أهداف تابعة للحوثي مذكرة من جديد بأن ذلك لا يعد تصعيدا إنما دفاع عن النفس جماعة الحوثي من جهتها خرجت لتؤكد أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وتعز ومحافظتي البيضاء وحجة متوعدة بأن التصعيد الأخير سيقابل بالرد وبمواصلة مساندة الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة والبريطانية أو أي دولة تساندهما بالتأكيد سيتم استهداف كل ما له صلاة بهماس وأم من قطاع بحرية أو حتى في إطار التصاعد المعركة وتوسع قواعد الاشتباك بالإمكان استهداف حتى المصالح الأمريكية التصعيد الأمريكي البريطاني ضد جماعة الحوثي يتزامن مع ضربات أخرى استهدفت جماعات موالية لإيران في سوريا والعراق في مشهد توسيع للصراع كانت واشنطن ودول غربية أخرى تحذر دائما من أن يصبح واقعا